نقلب معكم عددا من ملفات الحر الليلة ونبدأ الساعة الأولى منها من السودان ففي أعقاب مقتل متظاهر وإصابة 123 بجروح خلال تظاهرات أمس رفضا للاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان وللمطالبة بحكم مدني أعلن الجيش السوداني أنه ليفرط بالأمن القومي وسيحمي خيار الانتخابات وتطلعات الشعب نحو الديمقراطية جاء ذلك في بيان للعميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني والذي أكد أن جهات كثيرة حلمها أن ترى السودان ممزقا ليس إلى دويلات وإنما ممسوح عن الخارطة وأشار إلى أن التظاهرات رفعت شعارات مختلفة ما يؤكد اختلاف الأجندة والرؤى فأيهما سينجح في تغيير الواقع؟ ضغط الشريع المطالب بحكم مدني أم ضغط العسكر لقمع الحراك؟ وما هو مصير الاتفاق السياسي المبرم بين حمدوك والبرهان؟ حيث أكد أيضا المتحدث باسم الجيش السوداني إبراهيم أبو هاجة التزام القوات المسلحة السودانية بالخيار الديمقراطي وقال إن القوات المسلحة منحازة للخيار الديمقراطي للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة ومؤكدا أنها ستحمي هذا الخيار وأردف أنه من الأفضل للقوى المختلفة أن توحد برامجها وستراتيجياتها لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي بتظاهرات حاشدة أحيى السودانيون الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر التي أسقطت حكم البشير آلاف المحتجين استجابوا لدعوات قوى مدنية مختلفة للخروج للشوارع والتظاهر وإعادة المشهد الثوري الذي عاشته شوارع السودان قبل سنوات ثلاثة وانتهى بتغيير النظام الحاكم أملا في أن تفلح الموجة الجديدة من الاحتجاجات في تحقيق الاستجابة للمطالب الشعبية بإزاحة الجيش على المشهد السياسي واستبداله بحكومة مدنية الثورة دي جنبها الشعب السوداني والشعب السوداني ينتصر ومن المفترض أنه السلطة تبدأ سلطة بتاع الشعب ما سلطة بتاع عسكر حمدوك ذاته جاء في ظل وضع أجبب عليه وهو مفترض أنه سيتحقيق السلاسة بلون شعب قوات الأمن السودانية تصدت للمحتجين في محاولة لإبعادهم عن محيط القصر الجمهوري الذي كان وجهتهم المركزية ما أسفر عن سقوط أكثر من 120 مصابا فيما تضاربت الأنباء عن أعداد القتلى بين مصادر طبية مختلفة بعضها حكومي والبعض الآخر محسوب على القوى الاحتجاجية الجيش السوداني واصل عمليات تأمين الشوارع الرئيسية ومقر قيادته عدا عن استمرار إغلاق الجسور التي تربط العاصمة الخرطوم بالمدن الأخرى فيما أكد المتحدث باسم الجيش السوداني التزام القوات المسلحة السودانية بالخيار الديمقراطي وبحماية أمن البلاد القومي وبخيار قيام الانتخابات وتطلعات الشعب نحو الديمقراطية احتجاجات التسعي عشر من ديسمبر اعتبرها سياسيون سودانيون بمثابة المؤشرية على اتجاه الأوضاع في البلاد ولا سيما في ظل إصرار القوى السياسية على رفض كل المبررات التي قدمها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لعودته إلى منصبه الذي عزله الجيش منه في الخامس والعشرين من أكتوبر والإصرار على إعادة رسم المشهد السياسي في البلاد بشكل مختلف وهو الموقف الذي يعزز لانقسامة في الشارع السوداني ويعرقل حتى الآن جهود حمدوك في تشكيل حكومة جديدة هذا وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية عبدالفتاح البرهان أن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد الحادي والعشرين من نوفمبر تم بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس الوزراء وجدد البرهان دعمه الكامل لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك حتى يطلع بدوره مؤكدا الالتزام بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية وداعيا إلى عدم الالتفات للشائعات التي قال إنها تستهدف وحدة المنظومة الأمرياح في مناقشة لهذا الموضوع أرحب بضيوفي من الخرطوم محمد نعمة الله الخبير الإستراتيجي والعسكري وأيضا أرحب بسلمة نور عضو المجلس المركزي لقوى الحرية وتغيير أهلا بكما ضيفي الكريمان أبدأ معك بداية سيد محمد نعمة الله وتحديدا مما أعلنه الجيش السوداني الذي قال بأنه لن يفرط بالأمن القومي وسيحمي خيار الانتخابات وتطلع الشعب نحو الديمقراطية لكن بالأمس فقد قتل متظاهر وأصيب أكثر من 120 كيف يمكن أن نفسر هذا المشهد برأيك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله شكرا جزيلا على استضرافة شكرا والتحية لضيفتكم الكريمة وأنا حقيقة أهني الشعب السوداني بمناسبة 19 ديسمبر عيد الاستقلال وبمناسبة الزكرة الثالثة لصورة ديسمبر المجيدة حقيقة إحنا المحطة الواكفين فيها هي محطة قرارات 25 أكتوبر التي اصدرتها القيادة العامة تصحيحا للمسار الذي كان بدايته بعوضه بن عوف عندما أعلن أنه رئيس اللجنة الأمنية وكان هذا غير صحيحا والمسألة الثانية أنه عندما جاء البرهان عقد ما يسمى بالوثيقة الدستورية مع قوى الحرية والتغيير دون غيرها من القوى السياسية وهذا ألم يكن صحيحا وهذه القرارات في جملة أرجعت الخيار للشعب السوداني الآن هذه الخيارات هي في يد الشعب السوداني إذن هذه القرارات كانت مسؤولية القوات المسلحة لوحدها لأنه عندما نسد الأفغ السياسي وتشز الناس أصبح هناك ما يعرف بالتحذير الاستراتيجي الذي هو أغصى درجات تهديد الأمن الوطني ولذلك كان الجهة الوحيدة المنطبية هذه المسؤولية لوقف هذا التدهور هي القوات المسلحة وقد فعلت ذلك تماما فعلت ذلك سيد محمد ولكن النتائج بالنسبة ليوم أمس تحديدا أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أكثر من مئة وبالتالي على ما يبدو بحسب ما نستمع من تصريحات هذه التظاهرات والاحتجاجات ستبقى مستمرة من سيقوم بحمايتها من سيحمي هؤلاء المتظاهرين في نهاية المطاف هذه التظاهرات مشروعة والتظاهرات من حق أي سوداني أن يدلي برأيه في حدود القانون وفي حدود السلمية ولذلك أنا أعتقد أنه البارحة كان نموذج حي جدا للحرية بأنه القوى الأمنية فتحت الطريق لكل الكبار عشان الناس يصلوا إلى مبتقاهم وهو كان الوصول إلى القصر وبالفعل وصلوا إلى القصر لكن السؤال الكامبت رح نفسه ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ دعنا أنتقل إلى سلمة نور سيدة محمد لتشاركنا هذا الحوار أرحب بك سلمة نور عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الآن هل يمكن فعلا باستمرار هذه التظاهرات والاحتجاجات أن تحقق ما تريده في نهاية المطاف؟ أهلا بك سيدتي وأهلا بقناة الحرة أجل الشعب أقوى وهو قادر على تحقيق ما بدأه من ثورة في ديسمبر 2018 وما يريد استكماله من مهام ثورته في أكتوبر 2021 الشعب أقوى على تحقيق مطالبه ولكن دعيني أن أعلق في البداية على الأمن القومي الذي يتحدث عنه ضيفك ويتحدث عنه البرهان صباحة ومساء ممن الأمن القومي من المواطنين يعني الأمن القومي أصبح المواطنين خطر على الأمن القومي كان فيه نزاعات في دارفور في جبل مون قبل أك قبل كم يوم وما سمعنا أنه في أمن قومي هناك مهدد وما سمعنا أن الجيش مشى عشان يحمي المواطنين في دارفور فمن من يريدون حماية الأمن القومي من المواطنين معلومة برضو يريدون أنه صحيحها لضيفك الكريم ولمستمعيك ومشاهديك أن الكبار مبارح الجيش ما فتحه الكبار مبارح تحررت بالمواطنين الشعب السوداني هو الذي فتح الكبار وليس الجيش ما رأيك سيد محمد بهذه النقاط التي تحدثت عنها سلمة صباحة ومساء كل المعطيات كانت تتحدث فعلا بأن الطرق كانت مقطعة والجسور كانت مغلقة بحيث أن المتظاهرين حاولوا اقتحامها وتجاوزها وبطبيعة الحال ربما شاهدنا نوع من الاشتباكات أيضا وهذا ما أدى بنهاية المطاف إلى عدد كبير من الإصابات سيد محمد نعم حقيقة يعني إذا كانت القوات الأمنية يعني تريد أن تغلق الطرق وصول المتظاهرين إلى القصر لفعلت لكن دعينا في النهاية قوى المتظاهرين وصلوا ومن حقهم يصلوا ومن حقهم يظاهروا ولكن السؤال بعد ما وصلوا القصر ثم ماذا نحن عايزين إجابة على ما هو المطلوب ثانيا الأمن القومي لا يتعلق بشعب السوداني بس المطلوب يعني على ما يبدو هو واضح سيد محمد بحسب الشعارات المرفوعة في التظاهرات عندما يتحدثون بأنه لا جراكة ولا مساومة ويطالبون بحكم مدني وهذا مضحك تماما لا شراكة لا آت السلاسة ماذا فعلت لا آت السلاسة بتاعت الخرطوم كل اللاءات ثغتت وما في حد في الدنيا يستطيع أنه يصل إلى هدفه بدون حوار وبدون مشاركة وبدون تفاوض كيف يصل إلى ذلك طب سلمة الحياة ذاتة لا تستقيم بهذه اللاءات السلاسة دعني أنقل هذه النقطة التي تتحدث عنها إلى سلمة نور يعني سلمة حقيقة عندما تكون هناك تظاهرات وتكون هناك مطالب في نهاية المطاف بين المفترض أن يكون هناك حوار عندما نتحدث عن سقوط قتلى أو نتحدث عن سقوط جرحة في نهاية المطاف من الأفضل ربما التوجه إلى أكثر الحلول السلمية وهي الحوار كما تحدث ضيف السيد محمد في البداية قبل أن نجيب على سؤالك أريد أن نوضح لضيفك ولمشاهديك أن مطالب الحراكة الشعبي في السودان واضحة نريد دولة مدنية نريد دولة مدنية وحكم مدني خالص من قبضة العسكر عندما هذه شعارات وليست مطالب لا تفاوض لا شراكة لا شرعية هذه شعارات فنحن لن نتفاوض مع المجلس العسكري الهس حاليا موجود في المجلس السيادي لن نتشارك معهم الحكم مرة ثانية ليس لديهم شرعية في مواصلة الحكم في السودان فالسيد البرهان ليس لديه شرعية ليكون رئيس المجلس السيادي حاليا وكل المجلس الإنقلابي الموجود حاليا في المجلس السيادي هذا المجلس إنقلابي ليس لديه شرعية لا نتحاوى أو نتشارك الشرع السly ليس على موقف واحد هناك من يؤيد هذا الاتفاق السياسي حتى المكون السياسي أو المكون المدني ليس كله رافض لهذا الاتفاق هناك طريفة شريحة واسعة هم الذين يؤيدون هذا الموقف. أهدت هذا الاتفاق. الشارع السوداني كله على رأي واحد. نريد أن نرى هذه الشريحة. سيدتي. نريد أن نرى هذه الشريحة. فعليها أن تخرج. لا لا. هناك جزء من قوى الحرية والتغيير. الشارع السوداني اليوم كله على قلب رجل واحد. وشاهدنا ذلك في موكب الأمس. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. حتى بالنسبة للقيادات التي تنتمي لبعض الأحزاب الموجودة داخل الحرية والتغيير. التي تقعد اليوم مع السيدة حمدوك لصياغة اتفاق سياسي أو ميساق سياسي جديد. هذه القيادات أيضا سمت هذا انقلاب. وسمت القوى المجلس العسكري. قوى انقلابية. هناك اختلاف بين من وصف هذه الاجراءات بأنها انقلاب. وبين من وافق على هذا الاتفاق السياسي. ألم يكن هناك ما يسمى بقوى الحرية والتغيير ألف. قوى الحرية والتغيير باء. بين من يؤيد هذا القرار وبين من يعارضه. أنا أسألك هنا. هذه قوى يا سيدتي. هذه قوى مصنوعة. ليس لديها قاعدة في الشارع. وليس لديها قاعدة في الشاب السوداني. وليست مسنودة بسند جماهيري قوي. هذه قوى مصنوعة. سنعها المجلس العسكري الانقلابي. لكي ينقض على الوسيغة الدستورية. ولكي ينقض على الفجرة الانتقالية. هذه ليست قوى حقيقية. فإذا كانت هي قوى حقيقية. فأين الدعم الشعبي الذي يساند هذا الاتفاق؟ أين الدعم الشعبي الذي يساند الانقلاب؟ أين هو؟ لماذا لا يخرجون إلى الشارع ويقولون نحن نساند هذا الانقلاب. ونحن نساند البرهان. ونساند الحرية والتغيير كما تدعين أو كما يدعون. ونحن موافقون على إجراءات 25 أكتوبر. أين هذا الشارع؟ أين هذا الدعم؟ من المفترض. هذه قوى مصنوعة من المجلس العسكري الانقلابي. سلمة كما نتحدث. هناك تيار يؤيد وهناك تيار يعارض. الآن في ضوء كل هذه المعطيات التي نتحدث عنها. أفهم منك أكثر ما هو مصير الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان. وحمدوك الآن برأيك. هذا اتفاق بدأ فاشلا وسيواصل الفشل. هذا اتفاق بدأ ساقطا وسيواصل السقوط. هذا اتفاق مرفوض من الشارع من لحظته الأولى. ومرفوض من الشارع في الدقيقة التي علم بها الشارع بهذا الإعلان السياسي. هذا الإعلان بدأ فاشل وسيواصل الفشل والسقوط. وليس له مكان في الواقع السياسي السوداني. سواء كان يوم 21 نوفمبر أو ما بعد ذلك هذا الاتفاق وأنا أفتكر أنه ليس من المذي الحديث عن هذا الاتفاق ما رأيك سيد محمد بكل هذا الكلام الذي تحدثت عنه سلمة قبل قليل وبرأيك مصير هذا الاتفاق في نهاية المطاف على الرغم من أن المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني تحدث اليوم تحديدا بالنسبة لمن يتظاهرون وقال بأنه لا توجد شعارات موحدة لا توجد رؤية واضحة وبنهاية المطاف كأنه رمى الكرة في ملعب المتظاهرين في الشارع والمكون المدني أختي الكريمة نحن زي بدينا نتغالط في أشياء يعني واضحة يعني كيف ما في شارع آخر هناك قوة أخرى أيدت هذا حتى لو كانت مصوعة حتى لو كانت فرض واحد إذن ينبغي احترام الرأي الآخر هذا من ناحية أن نتكلم عن دموراطية أما إذا نتكلم شرعية لا برهان عنده شرعية لا حمدوك عنده شرعية ولا حد عنده شرعية الشرعية للشعب السوداني والآن يتمسك بهذه الشرعية منذوبة وواجب الأساسي هي القوات المسلحة أي حديث عن جماهير يا أخي أمبارح كان في ثلاثة أو أربع رايات الناس دين وصلوا للقصر ماذا يريدون كان يرسلوا رسالة واضحة بعدين أي حديث عن أنه والله القوات المسلحة تنسح من المشهد هذا واجب القوات المسلحة الذين أفشلوا الفترة الانتقالية وطردوا الآن من المظاهرات وطردوا من الندوات عليهم تحمل هذا وعليهم أن يأثع نعم نعم ولذلك نحن لا ندخل في مغالطات هناك شرع آخر هناك ليست رؤية ليست هناك أي رؤية هذا جدل لا معنى له شكرا جزيلا لكم ضيفاي من الخرطومة محمد نعمة الله الخبير الإستراتيجي والعسكري بالتأكيد أيضا الشكر لسلمانور عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر